صباح الفل والياسنين والورد والخير الكتير على كل البنات والهد اللي شايفيننا دلوقتي وصمعيننا في كل مكان وحاشتونا جداً 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 من الجمعة اللي فاتت صباح الفل يا مانتوخي صباح السعالة والجمال عليك يا ماما سلمة وصباح الفل على أصحابنا في الستوديو وفي البيت كمان ايه الأداء الجامد هذا هاتفدق علينا ايه يا مرحب مجيزة حسيت برضو انك هتكمل حاجة بس شكلك مبسوط كده النهاردة ومفارفش الحمد وليه لازم أبقى ولا تشطر بقى ايه رايك بقى ماما سلمة انت عارف على أصحابنا ليه تعارف على أصحابنا ايه ايه الأداء ده ايه راي ايه مش علم بس مش علم على أصحابنا الفارف على أصحابنا عادي يعني ايه ساعة ساعة ماشي حضرتك ساعة خليك بتبعتك يا مانتوخ حضرتك دايماً صح على فكرة انت حبيبي والله اتشفت الموضوع ده من الحلقة اللي فاتت بس بس ايه بقى لسنتين ونص بنطلع وليسه مكتشف من الحلقة اللي فاتت اخذ عليك يا مانده مش علم عليك لا بس النهاردة الحمد لله واضح ان مفيش مشاكل مشاكل فيش مصائب مشاكل مفيش كوانب فشل مفيش مستخبي تحت فشل مفيش مشاكل فشل الحمد لله يلا متعرف على أصحابنا يلا مين انتعرف على أصحابنا سباح الخير مليسيكو 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 الحمد لله يلا بقى نتعرف عليكو بسرعة 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 قولي اسمك ايه ملكة ملكة احمد عبدالله ملكة ملكة بس مش عايزة غير ملك عشان اعرف صندهلك ازيك يا ملوكة الحمد لله الحمد لله قولي بقى يا ملكة بتحبي انت الاول رايحة سنة كيف قولي ابتدائي رايحة اولى لسه يا جميلة طيب قولي سنوي ما شاء الله ابتدائي قولي ابتدائي سنوي ايه بس انا لقيتها لابسة ميكي فقلت فقلت ايه سنوي دي جميلة خالص اللي تكون حلوة اللابسها دي ميني قولي لي ايوة قولي لي يا ملوكة بقى بتحبي تعملي ايه بتعلمي السباحة حل دوب عليك وبتحبي تعملي حاجة معينة واسا ان بتي قادة في البيت بتحبي تعملي ايه بحبي ترسلني بحبي تلوني بحبي ارسل وبحبي تلوني وبتدربي السباحة برافو عليك تابو عايزة تعملي ايه بقى لما تجبري او تطلعي ايه لما تجبري دكتورة اطفال دكتورة اطفال دكتورة اطفال يتي كميلا دكتورة اطفال حلوة خالص يا ملوكة ان شاء الله اسمك ايه اسمي عالا ذكيا عالا الحمد لله رايحة السنكات رايحة بريماري فول رايحة سنة رابعة وان شاء الله شعرك يا جني عجبني جدا جدا عسف طب قولي يا لولو بقى انت بتحبي تعملي ايه انا بحب احيانا بحب مصر احيانا بحب مصر شوف شوف الاداة اه لا واسقة من نفسها جدا احيانا يعني بتحبي تمثلي اه طب بتلعبني انا اه بلا بسكواش برافو بلا بسكواش بقى في مصر بصراحة حظه حلو يعني اغلب ابطال العالم اصلا من مصر في السكواش بس انا عايز تشوفها بتمثل يا مصر انا اكيد مش هعدي بمثل احيانا دي ابدا اكيد امري ما هعديه عملنا حتة طب ايه طب حافظة مثلا مشهد او حاجة دريد او مشهد من نيلي وشريان من نيلي وشريان النهاردة عندنا ليلة مع نيلي وشريان مع نيلي وشريان شخصيا النهاردة هم يتكلم عليهم بس اوكي يلا ورجينا بقى عايزت اوقفي 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 خليك ايه هو مشهد اللي ما كانوا بيحلوا اللوظ ما كانوا بيحلوا اللوظا هم طول المسلسل كانوا بيحلوا اللوظا اوه اوه اللي انت عايزة يلا اوه يلا الخسارة الكبيرة لقد وعدت جاوزتي انا عطيه هذا العقد السمين اوه يلا الخسارة اوه كانوا بيقروا منيك اينا اكيد اوه وبعدين اوه ده المشهد بصعفة كبيرة عسل يا عونا والله دي لقطة دي لأ أنا عايزة مشهد كده خلاص دي سواري مشهد وبعثيهن ونبقى نعرضه عندنا أوكي وعايزة تلعي لما تكباري باية عونا عايزة أطلع دكتورة أطفال برضي دكتورة أطفال عشان أنا محب الأطفال جداً بدي حلوة طب حلوة خلاص معنا تنين دا كدرت أطفالهم محيس الله عظيم عشان ما نشوف البنك نفتح مركز صبي على أخر رحلة عشان ما نشوف عندهم عشان ما نشوف عندهم عشان ما نشوف عندهم اسمك إيه؟ فرح الله زيك يا فروح كيس الحمد لله هيا راحة سنكا دخل الـ ستة ماشاء الله ولي بتحب إيه بقى؟ بحب بورده أمثل بحب بورده أمثلي؟ إيه عندنا موهد كتير النهاردة بحب أمثل ورقس مثل ورقس؟ حلوة تلاقي إيه؟ تنيني الاستعراضات؟ لا عايزة أطلع مهندسة معمارية ولادي عامي بيفضلوا يرسموا معي ويعملوا تصاميم من كتير وبعمل ماكت كبير عن شركة وكده انت بتعملي ماكت بنفسك؟ بجد؟ الله ما شاء الله طب إيه موضوع التمثيل بقى أحكيني؟ اه أنا بحب بمثل قوي طب إيه؟ طب حافظة حاجة توريان؟ اه برضو؟ نيني لي مش ريان برضو ولا إيه؟ لا اه طب قوليني فخليكي مكاني خليكي مكاني ماشي هايزين نشوفك كويس؟ ماشي يلا يا فرحة أخدي رحمك خلص ماشي بس بوصليلي ماشي يعني خليكي بوصة الكاميرا ممكن مش ايماني مش حافظة أبويا كنت عارفة أني هلاقيك هنا ملك يا أبا خايف من إيه؟ يعني كميلي انت يا فرحة كميلي أبوكي ملك يا أبا خايف من إيه؟ وص الراجل ده اللي اسمه عباد سأل عليك أنا ما بحبش الراجل ده يابا وبخاف منه هو عايز مننا إيه؟ ماما علش ممكن اعيد الحتة القابلة دي؟ أبوكي اللي انت عايزانه راحت الجامعة وصحاب صفية سمعتك بتقول لأمي نفسي في طيارة فجبتها لك إيه؟ الطيارة مش على مقاسك؟ الرجل ده اللي اسمه عباد سأل عليك وقال لأمي أنا سايبه علشانك أبوكي بحبش الراجل ده يابا وبخاف منه هو عايز مننا إيه؟ إيه ده فرحة فرحة قوي فرحة 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 في المكرمة وسأل ما تفرجش عليه؟ وما عرفت المجهد إزاي؟ ما سمعته كده سمعته كيف حافظته؟ لا هو أنا كنت كان في حد يعني أي اللي عليه وكان ممكن أعمله بس ما عملته أه انت عملت كاستنج أصلا على الدور؟ بجال؟ إيه موضوع متطور بالنسبة رحت عملت كاستنج على الدور ده حلوة قوي شطر يا فرحة وعدينه عبرة وحزينة البنت هو بتتكلم وبتاقات فرحة 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 بس في حد تاني خلي الدور بعد بس واضح انه أخوكي صاح؟ واضح ان أخوكي مش حافظ أي حاجة والله يبصلك انت عايزة مني ايه؟ أبدا تكلموا ايه؟ مش عايزة يرد بس في حد تنسيتها بس اسمك ايه بقى؟ اسمه محمد ازايك يا محمد؟ يابا محمد أخوه فرحة بقى؟ اسمه يابا ايه؟ يابا ايه؟ يابا ايه؟ ريحت انا كامي محمد داخل فرامري فايف ريحت انا الخامسة؟ ما شاء الله تتحب تعمل ايه بقى؟ بحب أقرأ كتب عن الفضاء الله حلو ده أصلا ان بحب أقرأ لوحدها دي حلوة جدا وكتب عن الفضاء انت بقى مهتمة بموضوع الفضاء اه ما يعني عايز تلعي؟ عايز اطلع عالم فضاء عالم فضاء ولا رأيض فضاء؟ عالم فضاء يعني مش لازم تروح هناك بس لازم تدرس صح؟ مش عايز تطلع بره كده؟ اه تاخد مكوك وده حلو عالم فضاء ده وبتغير ايه عن الفضاء؟ عندك اي معلومة مثلا تقول هلنا هتعرفها عن الفضاء؟ اه عندي معلومة عن كشوف الامر اللي هيحصل النهاردة اه احكي لنا عليه ده ايه بقى؟ اه كل الشمس وكوكب الارض والامر حيبه في خط واحد فنور الشمس مش هيوصل للامر اه من سبب كوكب الارض تمام فالامر مش هيبان اه حيبقى فجأة كده هنلاقي الامر كلنا نشوفه هنا في مصر اه وحيبقى اطول كشوف الامر كشوف الامر حصل في القرنة حيقعد لمدة مية وتلات دقايق اوه ده اطول كشوف حصل من مية سنة تقريبا اه طب المناسبة دي على فكره في صلاء حد اعرف عنها حجه اه اهم اول مرة عرف عنها حجgh اني مبارح لحجه ū انا برد اه بالنصل لنا نقول الفتحه وصavourه صغيره بعدين نرقا نقول الفتح وصوره صغيره تاني بالظبط يعني مش بنسجد بقى لا بنركة وبعدين نطلع نقول تاني الفتحة وثيارة وبعدين بنركة وبعدين نسجد بقى بعدين معاملين نفس الحركة دي تاني اوكي هم ركعتين صح؟ اه اوكي ويحشل النهاردة نعمل مسالة؟ النهاردة المفروض فعلا هو الساعة كام عارفيني الساعة كام؟ الساعة 9 و 10 دقايق طيب ده موضوع كبير والعالم كله بيتكلم فيه دلوقتي وفي مصر بالذات مصر من البلد اللى هتقدر تشوف مدار الخصوف ده كامل وتعريبان عني ياخذ ساعتين او حاجة زي ما محمد قبلنا كدة 100 دقيقة nies طيب الحلو انك مختمل في الحاجات دي محمد برافو عليك الله شاطر يعني انا عرفت منه معلومات جيدة اسمك ايه ما زن رايح سنة كام؟ رايح سلاست لنا سك بحب تعمل ايا مازن? والله بحب بحب الكورة هي حاجة ما بعملها شغل ان انا بلعب كورة كورف خدم ها اه كوي بتتدرب طيب اه بتتدرب هايل جدا طيب ونفسك تعمل ايه لما تدور تطلع ايه اطلع وكيل نيابة وكيل نيابة اش معنى عايزة حقا العدل بالناس بقى واحكم على الظالم وانصر المظلوم يا عيني طب بطلعش اقضي ليه ايه بطلعش اقضي ليه اشوفت وكيل نيابة احسن كده عشان بيدافع بقى عن الناس الله دي حاجة جميلة واحتاج جميله والنبيله والله يا ميزم برافع عليك طيب لكن مش عايز تطلع العيب كورة ها بتحب تقعب كورة بس مش عايز زي بقى هو شغلك يعني اه ماشي اوكي انا موافع قول لي اسمك ايه معاذ معاذ ازايك يا معاذ راح سنة كام يا معاذ تلت راح سنة تلتة طيب بتحب تعمل ايه يا معاذ انا بحب العبكورة وردو ورسم ورسم جميل ونفسك تعمل ايه لو ما تجبر تطلع اصحاب الجيش تطلع اصحاب الجيش طبعا ما فهمين كل صاحبنا اللي عايزين يتلعوه زباط فهمين هم ليه عايزين يتلعوه زباط ودي حاجة حلوة جدا ان احساسكم بالبلد ده احساس عظيم انا وفرحانة بيكوا قوي النهاردة ومبسوطة كمان بالمواهب اللي معينا ما شاء الله وعايز اقول لي هو انت رحت فين يا بنتوخي راح فين راح فين هو ايه اللي راح فين انت انت رحت فين هو ليه بيستخبه تحت الدسك في كل شوية يا ماما سلمة اخوة ايه اللي كان هنا كان فيه حاجات هنا كنت بدور عليك يا ماما سلمة يا ماما سلمة معاه هنا في الشنطة ايه الشنطة الحلوة دي اه دي مليانة حاجات ده تين شوكي بقاله يومين في الشنطة ملناش دعوه بيه دي رخصة عربية بتاعت بابا مش مهمة منتهية اصلاً وده دوة بتاع جدو باين يا جدو يا تيتا بس انا اغلب الظن جدو بيعمل ايه بيعمل ايه دوة جدو عندك بالشنطة مفاتيح هو ايه بسا ايه دا كده تصلي عنها عليش يا امه سلمة ايدك معايا بس. نوريني شونطة اللي مليانة حاجات دي. عشان انا لو نسيته تبقى مشكلة. انت الله بس ايه يا بندخ شونطة دي كبيرة ومليانة حاجات كتير. شونطتي يا جميلة. ايه? 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 شوف هو فين? ايه ده? اه ده شوز ابن عمو ماجد. يعني عمو ماجد مفاتيحه جوه ده شوز ابن. الفردة التانية مش هنا انت واخد فردة ايه ده? ايه ده? الغرض مش ان انا اخد الشوز. اما الغرض ايه انا مش راهم حاجة. هتسيلي كل حاجة بالتفاصيل بس معنش دوريلي عن ريموت بعد اذنك. ريموت? اه ريموت التلفزيون معن اذنك. اهو الحمد لله يا. انت جايب ريموت. تدقى بقى لو ما كنت شرقيت ريموت كان هيبقى اليوم كله مش ولا بق. اه بق? اه بس يا بق. بس بس بس. يا رب انا قلت اليوم اهو مفيش يوم تيجي مش عامل مصيبة. مفيش يوم تيجي مفرحني كده. وبسيطي. يعني انت دخلت حلقة قلت الله ده بندك جميل النهاردة. اه يوم جميل. يوم. واكتمل. الريموت ده بيعمل. انا بقيت ريموت. الحمد لله. الحمد لله يا اصحابي. الحمد لله يا اصحابي. حبيبي فهمني. ممكن فهمني. اولا انا طبعا عندي اسئلة كثير جدا. جدا. اني نبدأ نبدأ. ودواء وحاجات. بس انا عايز افهم ده ايه حبيبي. انت جايب ده ليه هنا. بص حضرتك ده فيلم كارتون حلو هتفرجوا عليهم الاول. ايه? مش بهم حاجة. معرفوش يقليب وتليفزيون? ايه. ايوة? ايوة انا حاجز. حاجز? ايوة. من دلوقتي الحاجة تمانية بالليل. الله مطورك يا روح. ايه رايف ايه يا بانتك ازاي يعني? اعمل ايه بس يا ماما سالما يا فريدي بس. يعني الفيلم جايس عدائسة. بابا عايز يشوف الماتش. هو انت فين? انت فين دلوقتي? برامج الطبيخ. انت فين? نعم. انت فين? وفي الاخر بتعمل لنا فراخ بنيه. اه. تفضل تفرج على برامج الطبيخ طول اليوم وفي الاخر تعمل لنا. عيب 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 عيب. كل الامات بتاعنا فراخ بنيه. انفعش كده يعني ايه لازمتوا برامج الطبيخ. او خطبس محمرة يعني اصنية او مكرم. والشيف. ايه بتاع الشيف. مش موضوعنا انت حتاخدني فضاء تضحك عليها. عايز افهم حاجة. انت فين انت فين? حيضا ان فين? انت فين? في لا doozy vi yoti يعني انت دلوقتي او انت فين? ان في الاستوديو طب. انا عارفة انت في الاستوديو يعني انت دلوقتي واقعد قدام التلفزيون في البيت ومعاين بكور LIVEموت؟ لا انت في الاستوديو. الساعة وكم دلوقتي يا بента؟ كنت مسئلة Blizzard 10 واربا.眼 اقل 10 واربا. ساعة 10 واود. ساعرة والفاهمي. الفيلم اللي انت مسعملهة كم؟ تمانية بالليل. ايه اللي� HmG when you made it take 10 إنه يتحلمون من 10 الصبح عشان الفيلم 8 بالليل وتخليه معدين يعني متقدرين في البت حتى زمنهم مش عارفين يتفرجوا على لنا دلوقتي يعود يشوفوا حاجات مش مهمة يا امان سالم يعني هو هم مهمين اللي في البت دول مش مهمين لا هم مهمين على راسي عليني وعلى راسي بس يعني دلوقتي الفيلم الكارتون لازم تتحقهم الاول يا ابو تتحقهم الاول يا ساحة 8 بالليل ما هو عندهم عادي حبيبي هو انت هتقض من دلوقتي تستنى الفيلم ما انت لسه هتروح و هتعمل حاجات كتير جدا في اليوم والساعة تمانية تبقى تجيب القناة اللي انت عايزها و تتفرج عن الفيلم انا مش فرق ما جايب الرمود معاك للصراح و بعدين انا عايز افهم ايه بقى ايه الحاجات دي ممكن تشرح لي بص يا ماما سلمة هو دوا جده بيعمل معاك ولا دوا ديتا بيعمل معاك ايه اه دوا جده اصلا جده بحب اقوى يا ماما سلمة يعني جده من الناس من الناس ايه ما كلنا بنحب جده امش قادر اشوف الشنطة دي اكبر و بيجيب لي حاجات جميلة معاك و كده فهو جي عندنا ماشي بالدوا بتاعه دي حاجة حلوة انا خفتي يمشي و هتخذت الدوا منه و امتي مسك الدوا بتاعه بقى يعني حجزته بقى يجي هو يمشي اه لا دوا يوم راجعت تاني يعني شوفي يعني زي المصمار جوحة كده يعني امم امماجد بقى هارد عليك في الموضوع جده والدوا بتاعه جده اه اللي هو يا حبيبي يعني تلاقيه يا امم بقى نزل قعد يدور على الدوا تاني يا امم معرفت ياخد الدوا و ممكن يتعب يعني ما علينا طبعا مجاز في ذهنك إن حدا ما ياخدش الدوا يتعب لأنا كل اللي كان في دا قلل بيه دوا يا حبيبي دوا 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 يجيب لي حاجات حلوة تقوم تعمل فيه كده ؟ دا جزاقه يعني اما عمو ماجد بقى اه قال ليه فاتيحة مماجد ده ايه وضع مين؟ عمو ماجد ده صاحب بابا ما انا عارف يا موري وتخيالي بقى انه بعد ما جي عندنا وجابه ولاده اللي طف الزراف اللي بيلعبه مع عين قال لي انت خدت الجزمة بتاعتهم اه اه عايز يمشي يعني ببساطة كده سبحان الله حد جزر ومعايز يمشي حاجة غريبة جدا حقيقة عمري ما شفت كده طب انا هلعب مع مين يا ماما سلمة لما هو يمشي يعني طب حضرته عايز يمشي التيكي الله هو يسيب الولاد معايا يعني عايزي نلعب فقررت ان انا اخد المفاتيح وحطها في شنطة الكنز بتاعي يا غربي يا دي اه وامعانا بقى في الامتواخد كمان شوز ابنه ابن عمو ماجد عشان معرفش يمشي طبعا اه اكتر واحد صديق حميم لي بس عشان نلعب بابا بعد بابا عشان نلعب بابا ونلعب بقى ونعيش اللحن وامو ماجد عمل ايه دا تلاقيه هيني نزل قاعد يدور على المواجد والله مش قديتي معا يا ماما سلمة يعني هو يمشي ويديقني يعني ماينفعش كلا وينفع كدا يا اصحابي لا 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 ايه بتقولي له ايه انتو هدعو على عابو ولا ايه اصحابي داين هو هو ايه اللي ينفع هو مضخ العمل وهو اللي ينفع خليكم شاهدين يا اصحابي انا عخليهم شاهدين ازبر بقى انا عخليهم دلوقت هم يرد عليه معلش في حاجة كمان كان قلتها كده رخصة بابا وهي رخصة بابا هو بابا كمان كان عايزين يمشي تقريبا يوصلهم يركبهم من قول الشارع او حاجة فقلت لها بقى ده انتو كلكم بقى متأمرين علي بقى اذا كان بابا ولا عمه ماجد ولا جده كلهم عايزين يمشوا قمت واخد رخصة بابا وشايلها عندي في شنطة الكنز بتاعي لعله وعسى اللي فك طب انا عندي سؤال بس عندي سؤال بس محتاجها فهم هي الحاجات دي كلها انت خدتها بس ما قلتش لصحابها ان انت خدتها طبعا انت عارف دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه اسمها ايه؟ طب انا مش هقول لي اسمها ايه؟ سرقة بص ادي ايه كلمة بعبة يا انت واخد حاجات بتاعت ناس ومش ايلهم ان انت هتاخدها اصلا ده الف به يعني ده كده ده انت المفوت تبقى عارف الكلام ده الاسبوع اللي فات لقيت محفظة وكان فيها فلوس اه احكيتها كنت حام تجلب لو خدت الفلوس بتبقى سرقة دي جد الوقت تاخد الدواء وشوية حاجات مش مهمة مش مهمة ايه؟ وشيلها فشانتتي يقولوا سرقة طيب بس خلينا تخلكوا عليا ولا ايه؟ لا هو انت اللي على نفسك يا انت تخلكوا عليا تخلكوا عليا ولا ايه؟ انا والله رغمني اه موضع الدين السوكي ده صحيح اه موضع الدين السوكي بقى له يومين حينتبه على جنب ايه بقى له يومين بي شوكة في سباعي أو مسأل من دين ساعتها الراجل بياعد تيني الشوكي بيلبس جوانتي وبعدني وحطت اينه في جيب ومطلع عن فلوس ومديني الباقي بالجوانتي اللي فيه الشوك يعني حق دي عمل كده ده راجل غريب قوي تيقلع الجوانتي ويديني فيه غريب ان انت حاطة تديني الشوكي في الشنطة بقاله يومين ده بيتكل في سعيدة حبيبي دخلات كده شكرا هنقول برضو في ريحة غريبة كده عم الشنطة بس انت بص شوفوا دخلنا في كام حوار والمفاتيح بتلزق كده المفاتيح بتاع التعمه بتلزق كده انت عارف فرصة مانه بيعمل ايه دلوقتي يا حبيبي بيعمل ايه زمانه بقى حتى اليوم الوحيد اللي هيقضي معيكو بقى ولا يوم الاجازة ولا بعد الشغل بدل ما يجي يعني يرتاح البيت هيروح يلف عشان يطلع رخصة لغيبا بادر فائد وخلا ايه دلي بتقف ملたい وات ambiente ولا زمل النطة بدل ما يجي من الشغل يقعد معايك يروح يلف للентиق دي او يا مم tat slavery لو وقف كمين مشكلة اكبر ولو وقف كمين دي مشكلة اكبر عندك حقي والله يا بنت ايه الا تقول عن goals طيبة باكي زابط عليها يا عبد زابط مرور ايوة واحد ماشي من غير رخصة هيمشي زي من غير رخصة ايوة انا اعملت حسابي ان هو ما يخدش يا عم وماجد ويمشي يا ماما سلمة يعني بغرج الشريب اسلوح يتساجني طب قولول انتوا اقولوا الفنت اخر ايوكو ايه في اللي هو اعملوا مين يقولوا حاجة انا مش عاجبنا مش عاجبنا مش عاجبنا يعني ماما مثلا تتفرج على برامج الطبيع وفي الاخر بتعملين فراس بنيئ وبابا يتفرج على الماتش وانا مستفيدش حاجة حاجة دانية هو انت مستفيد ايه انت قاعد هنا والريموت معاك هنا والدليفزيون هناك في البيت انت انت بترخم عليهم بس يا بانتخ دا لسه فضل كتير اوي ومعفال ماتش وبعدين يا بانتخ ما ينفعش تاخد حضرت بتاعتك ابدا ابدا لازم تستأذن لو عايز تاخد حاجة تستأذن وبعدين كان في حلول كتير اوي طب تتكره كان ممكن يعمل ايه مثلا مع عمو ماجد عشان ما ينشيش كان ممكن يقول له ما ينشيش يقول له ما تمشيش عايزين نالعب شوية مثلا او عشان هو قريب منكو او يتقول له مثلا ايه حاجي معي خلي ولدك يعوده معينا او هبات عم بس ايه مثلا صح طب كان ممكن يعمل ايه مع جده بدل ما ياخد يعيج الدوك او جده ما يلاقيش الزم كان المفرد هو لديه له يعني مش ياخد هو لديه له ممكن تيرد ولكمقا افتكرت دلوقتي ابن عمو ماجد وأنازل بفاردة فاردة انت شرير على فكرة انت بتاتحك على حاجات منزل كنت هتسوره بالموبايل بتاعي؟ بنزله بقى العيون وقتب ابو فردة وفردة يه على ظهور فيه حد شي اضحك سكر لا 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 ماشي عشان يعرف ان هو ايه ده ايه وذي حاطه المباشد مش حاله ليه حاجة وحشة يا بنتخ يا بنتخ يا بنتخ بتضحك على مصايف الناس يا بنتخ لا إله إلا الله بتعمل فصل في حد كامل فيه مقلب وتضحك عليك دي حاجة وحشة قوي على فكرة ليه جدا يا ايشة لو حد عمل كده معاك حب نفسك أنت مكان حضيتك متحملة عليك أنا متحملة عليك بنتك بنتك شوية حرامي وشوية يعني أشي حرامي اللي ياخد حاجة مش بتاعته يا بنتك من غير ما يستأذن صاحبها يبقى بيسرق الحاجة دي يبقى ده غلط وحرام أنا تعلمت بقى كل مره بقى تقولي أنا تعلمت بقى وحضرتك بقيت بتقولي كلام بصراحة يعني يعني توزن بالضحب يا سلام كني بادحك علي بقى اخيرا بس الموضوع ده ولا بقى له فترة موتو بنتك نزعلانة منك لا لا ماتزعليش يا أمم سلام هخبي مفاتيحك يا أمم سلمة خلي بالي لهذهب وكل حد من الناس ذي لازم ترجع له حاجته وتعتذر له وبعد كده نفكر نيعمل ايه عايز جده يواجه نبي جده ده أنا بحبك تقعد معي انا خليك اعاد معانا كمان سوية الولد على فكرة صاحبك ده ابن عمم ماجد ماه ولازم يروح بيته برضو يا حبيب وتتقابلوا تاني تتفقوا يا سيزي وانتوا قاعدين كده يقولوا لا يا عمو دلوقتي نتفق على يوم نتقابل فيه من اول اليوم لاخر اليوم مش تعمل كده وتخلي الناس متعرفش تروح قعيب يا حبيبي خلاص الافكار الغيبة اللي جات لدي يا ماساني مش عارف انا بتجيلك الافكار دي من ايه ياخرش الغيرة وانت طيب يا حبيبي ما ينفعش تفكر في الحاجات دي اه لا انا طيب خلاص اه صح صح يا ماساني يا رب بسطر من الحلقة اللي اقوم بهذا العمل مرة تبقى لن اقوم بهذا العمل افدى طب عموان صاحبنا ملهمش ذنب في الحاجات اللي انت عملتها فانعايزة فرابتها بسانا عندي مشكلة يا ماساني طب الشنطة هاخد فيها ايه ما كده هتبقى الشنطة فضية كده حكتك الكنوز حكتك كنوز ايه حاجات مش بتاعتك حد فيها حاجتك انت حكتنا اه اه متاخدش الشنطة يعني مش شرط تبطك الشنطة فضية يعني عاد متاخد راس معاك لما مفيش حاجة مهمة تاخدها المزات والله اقولي كلام دورة ها دي حاجة صار بس عارسة بحاجة فضيعة والريموت وحاجة يعني ما علينا هتمنى يكون بندك يعني ما علينا طب انا هيتفردكو على غنوة لذيذة قوي قوي انا كنت بحبها وناس صغير نعم يا عالم عليش ممكن قبل ما تشغلونا الاغنية قديك هدية قبل ما تشغلونا الاغنية عايز دي لذي دي لذي melhor حاجة أنت عامل على يعني طيب اوو طبح تبقى خبيها؟ اوه أغوما دعيني ولا ايه؟ أغوما دعيني؟ ها ياضي تعالي أنا شايفة ماما سلمة هحكيلك هاتي ايدك هاتي ايدك؟ الله طب تعالي بقى عشان صاحب نايشون ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ انسي العناف جد؟ اي 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 انا اماما سعلني فيها تبصة عملتلي ايه؟ تعرفين؟ طب بقولك يا ماما سلمة أشلويت في شنتتي طيب؟ هاتي بوسو شكرا يا عولا احافظ لك عليك حدك احافظ لك عليك انت بالذات مش حديك اي حاجة طب بصوا 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 هنا عملتلي ايه؟ والله انا خايفي تسيرق مني انت عملته انت بقديك ايه؟ يعني عملته في البيت؟ بصي انا وماما ما انت عرفتين على الخارج انا تعلمت منها فهي عملتلي يعني عملتلي الهر صفة ايوة انا قلتلها تعملي شكرا يا عولا شكرا حلوة قوي شكرا يا عولا بصوا بيديك كونسي العامة برضو اللابسها في ايدك براوة ايوة برضو انا بحب قوي قوي اللي بيشتاقلوا بقديها انا برضو بعمل حاجات همي طحفة انا بعمل طقم يعني مثلا سنسولة وخاتم واسولة ان شاء الله النهاردة عموة انت واحطت بصوا بقى عشان معنا النهاردة تلقبت بنجو النهاردة فيها حاجات حلوة كتا خلوني افرقكم على غنوة لذيذة جدا كنا بنحبها كنتانا بحبها يعني ممكن نرؤسيا نعم وقدارها قولة بلدرة والفوط وفوط تمعى اقفوا ولما تتخرر نص تكري علي كل ديقوموا وطلفاق لأخين اليوم وقعنا يا لانتنا ناكي زيل هادا كادونان داه جزون الا تبا تبا تن وما حد خلوه شهار وما تنهجر قلوه شهار تا 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 ليبا رفع رفع موكبابي نفسه هار ليبا يوم نفسه هات تا 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 كاكي 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 كا هودا أطلق أنديكا الله وطلق أنديكا تا 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 أصحابهم مكبيك بكبيك والفرسة الموتلات كتكيك سكنين فاعي الشبكوت شبكات جديد وحياتهم حروة بيدون تنحي البطةَ حطة طيبة باب الشربة آتم متشرابان البطة فلوه حبها والوزمة فرد وحبها فلو كله من كانت 2024 دPlayce Miche Fin Felipe الحمد لله تمام زzych wooden الحمد لله. الحمد لله. وضح ان احنا بردانين. اه جدا. وعايزين ندفع فحنعمل ايه. هنلعب برياضة. يلا. النهاردة هشرح لصحابنا اللي في البيت وصحابنا هنا. عندنا لعبة لعبة دايما مش مشهورة جدا في مصر بس هي اللعبة التانية بعد كرة القدم. يعني مش كله دايما بيحب يروح يلعب سباحة يروح يلعب كرة القدم. ده الاغلب. لكن كرة اليد معانا النهاردة. اه هانت بولدي. بالعكس لعبة شهيرة جدا. جدا. بس. انا اضفت اطفال كتير رأب ط بلعبوه. اه اه. وجوم هنا ولادنا. جوم هنا الحلقة وكونوا خديمة دي اليد كتير. صح. هلاص. عايزة على النهاردة يعني بتكلم الجيل بتاعنا الصغير ده دايما بيتفرج على حد مشهور وهو اللي بيحببه في كرة اليد. تقريبا اكتر حد نعرفه وحد يعرف حاجة عن احمد الاحمر. لا. محدش يعرف. ولا. شوفت محمد سلاح في الكرة. اه. اه. تمام اهو. ده احمد الاحمر ده. ده اشهر لعيب يعني. ده اشهر لعيب كرة اليد. اه. ده اشهر لعيب كرة اليد. تمام. ومعها كابتن ممضوح هاشم برضو لعيب تاني. كابتن محمد ممضوح هاشم بلعيب خد شامبيونز ليج. ما شاء الله. بطولة اوروبا زي محمد صلاح. اه بالزبط. محمد صلاح ممكن يكون مخدهاش اليد. اه. الفكرة بس ان الاهتمام بكرة القدم هو اللي اكبر. بالزبط. لكن اللي مهتم بكرة اليد هتلاقيه طبعا اعرفهم. طبعا. ده احمد الاحمر هي اللعبة شوية عنيفة شوية فيها قوة وسرعة مهولة يعني اللي اللعبها لازم يبقى طف لازم يبقى ناشف كده. اوكي. خلاص. النهاردة اعلمكم اساس اللعبة اساسيات بس حاجات خفيفة كده جدا كده نحب اللعبة بيها. خلاص. عشان صحامنا اللي مهتمين كمان بالهاند بقول او ان فهم يدربوا كرة ياد هيعرفوا كده معلومات كده عنها ويبدأوا بقى يدربوا. صح. تمام. طيب اول حاجة في كرة اليد هي الاساس بتاع اللعبة التبغير والاستلام. نحن هنعرف نباصي. اه. ونستلم الكرة صح. طيب. بس بالايد با. بالايد. اه. مش بالرجل. اه. خ لا. دي كده وممكن تبقى واسكت. الهاند بقول بقى اهم حاجة كلنا نعمل زي كده بالزبط. شايفين ايدي عاملة عارفين ازاوية لتسعين درجة. تمام. لازم ايدي تبقى فوق راسي شوية. ولازم دي تبقى هنا هاو كده. تمام. رجل الشمال قدام. شايفين انا واقف اعمل ازاي. رجل الشمال دي قدام سنة. ولفة اللي بيلعب بيده اليمين برجل الشمال قدام. الشمال. ايوة. الشمال. وسط وغر. الشمال. الشمال قدام. واللي فيها هو جو شوية كمان. كويس هنا كويس يميز. نلف بقى رجلك كمان جوة شوية. كده. ايوة لا كمان. كده يا ول. العكس. رجلك لجوة مش لبارة. ايوة. ورجلك التانية هورة. دي كده لبارة. كده. لجوة. كده اهو. شايفين انا واقف اعمل ازاي. اهو. خلاص. ده. كده. وانا هبوصي. كلنا نعمل معي كده اهو. يلا. هي. وانا كده بوصي الكور. خلاص. وسطي بيلف. والعب صلح. بالزبط. اكني بيلعب لقي بتصلح. بالزبط. اكني بيعامل كده. اه. اوكي. خلاص. دي ما راجي هش تبانها مدايقاني. مش بعمل لها كده اهو. اه. نفس الفكرة اهو. هش تبانها اهو. خلاص. خلاص. طيب. دي اول حاجة في الايه. في الباص. طيب تاني حاجة. ان انا بعد ما ابص الكورة اللي قدامي لازم ايه. يستلم. اه. يستلم شايفين ايدي عاملة ازاي. بنعمل القلب ازاي بأيدينا. اهو. بنعملوا كده. طيب انا مش هعمل بالقلب. بس هعمل كده اهو. وايدي ماددها لقدامي. اوكي. ايوة ماددها لقدام. ومش بعملها كده اهو. لا بخليها على شكل الكورة. اه. يعني بخلي ايدي على شكل الكورة. عشان افضل مسكها كده. خلاص اه. محتوي الكورة. بنجير كورة اهو. ببقى اهو. شايفين اهو. تمام. كله فهم. خلاص. طيب. كلنا نقف بقى مع اياه الاول عشان نجهز للتمرين. ايدينا فوق. خلاص. استعد. بص هنجي في المكان كده. شوية. تمام. يلا. ويدك فوق بقى. ويدك فوق انت ضوص. يلا. واحد. اين. ثلاثة ارفاع ايدك انت شول او ولا تلعب ايدك اليمين. تلعب ايدك شوية ولا اليمين. الشمال? طيب خلاص كلنا اياه دينا فوق ارفع ايدك بقى. زي ما قولت. هي مش هتفرق صاف? يعني لو حد بيستخدم ايدو الشمال الأكثر هي رعب الشمال عادي. اه هنلعب الشمال بس ايدو اللي ايريه اليمين هتبقى قدام. اه. بس. اوكي. ده هنا اليمين مع الشمال. الشمال مع اليمين. اه طيب كلنا يدينا فوق تاني لا يدينا فوق وضع وضع الباص تمرير واستلام ايوة لا فوق مش اوي ولا اوي وعيس كده مش كده كده خلاص ايو يلا يلا معي واحد نرفع صلنا فوق كمان اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاي الي اولا تمام نفس الوضع بتاع الاستلام الوضع بتاع الاستلام اهو يدي على الكرة طيب تمام يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاي الي اولا طيب معي بقى تاني عشان نعرف نرجع تاني ان اعمل التمرير الي اولينا عملته عشان نعرف نبص بس هنعد بقى مع بعض ماشي بصوت عالي نعد مع بعض يلا كده كفوق شوية زي كده هو يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هاي الي اولاد هاي برافر طيب انا بعد ما بستلم الكرة انا دولاتي من هنا على طول اهو شايفين من هنا لايه لهن من هنا لهن طيب كلنا نعمل بقى نفس الوضع السلام وهاطلع ارفع من هنا لهن تاني استلام ومن هنا لهن استلام ومن هنا لايه لهن اهو خلاص نعيد بقى مع بعض تاني بصوت عالي يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاي سبعة ايدك فوق كمان تانية تسعة عشرة هنا هنا انا عايزك ترفع دي ما تبقاش لهنه ولا هنا كده دي تبقى في النص عارفين الزاوية تسعيم درجة اه 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 شفت حرف ال ال انا عايز ايجي نفس الموباكد حرف ايه ال ال كمان سنة فوق كمان بس هاي الاول معاني يلا ايوة كده طيب نبص بقى مع بعض بالكرة حل خدوا يا بنات الكرة معاكم خدوا الكورتك خدوا الكرة قربوا شوية قربوا شوية خطوا واحدة بس خطوا واحدة كمان اللي قديم عرب يا قولوا شوية 1، عرب يا ملوك عرب يملك تمام يلا فين وضعه البعاص اللي انا قلت عليه ويديني الشمال فين رجليني الشمال فين قدام رجليني الشمال هي الشمال ماشي انت مين مين صح كده عور صباعي لو كرة جات كده كده هستلمها غضب كده عشان ايوه واخد الكرة على سدري اخد الكرة فين؟ على سدري تمام يلا وضع التمرير رجلك شمال قدام شمال هاي الاستلم لا كده مش كده ولا كده احمد بالروح انا حاسة ان انت هتصدها فانك سلسد الجنبين وايديك فوع شوية وايديك فوع شوية تمام ايوه كده لا ايديك كده ايوه نستلم ايوه قدام قدام اه لا مش قدام وشي هنا صح؟ لا مش قدام وشي هنا شايفه مستوى كدفي مستوى السدري هنا اهو ايوه بالزبط ايوه يلا احدف من راحة محمد ونك خايف ماشي ماشي اللي بيباصي حاول يباصي في المنطقة بتاعت الصدر هنا احييه دي اللي قدامي الايه الاييد ولا تحت ولا بالزبط فوق طيب كمان مرة تاني يلا يا بنا لا البس من فوق انا تمام ايوه هاي باص كويس 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 هايل تاني كمان مرة كمان معايل رياحة لا ايديك فوق بق ايديك فوق هاي باص تمام تمام ماشي ما شاء الله ولا بنت بسكت الكورة ما شاء الله ما شاء الله بالراحة هاولاية بلاش عمد طب حلو 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 يلا كمان مرة يا بريت يا كمان مرة ايوهاي هاي برابو قربنا والله بص هالو بص هالو بص هالو جور راحة شوي عشان ايه وفي ايده احاول في ايديها خلاص براحة لا يعني بصتوا احنا تيم واحد نكون نعبدت بعض اللي هو الحلو اللي يعني موصل الكورة اللي تميلنا عادي من غير ما انضايقوا براحة ماشي يلا براحة في ايد شاطر برافو شاطر برافو شاطر حتي كده يا فروح بيتعامل مع كورة بايدي لكن بريت لي دي صعبة من نسبالنا جدا بالصف طي شكرا كابدن كريم احنا ويه يا كابدن كريم شكرا شكرا كابدن كريم يتعلمنا حاجات لطيفة وصحابنا كلهم اللي مهتمين او لسه مش عاركين ومعايزين يتمرنوا ايه لو لقوا حاجة لازيذة في اللي قلنا لنا واردة في اللي كابدن كريم قلنا يروحوا يبدأوا تمرين يعني مهم جدا ان احنا هنتعلم اي نوع من انواع الرياضة لانها كويسة جدا للجسم كله طيب دلوقتي احنا هنروح للكوكب هنروح للكوكب صح هنروح للكوكب صح ايه الكوكب ايه النهاردة اهه بس دي هشحالكو ازاي لا تعالوا شوف بقى في الكوكب الكوكب نهاردة بنتكلم فيها عن النبات بعد كده يبقى حاجة بتوصلنا البيت وبتتشرب لا ايه اه حاجة الاول زي الشاي ها زي الشاي بقى لا لا زي الشاي فيه برضو كنتيين وبتاعه واسود كده بيوصلنا اسود كما مين مين ده ايه الحاجات دي البن البن بيوصلنا الاول اللي بيبقى على الشجرة بعد كده بيوصلنا تعالوا نشوف البن ده يعني غريب جدا ورحلته هزيزه جدا وانا بست هقضلك كنت工 استمتع جدا تعالوا نشوف البن ده بيبقى عامل ازاي ازاي منو على الشجرة الغاية لما اللي بييشربوا قهوة بيشربوا انا Infinite طبعا نرغطي نعم هنتكلم النهاردة في كوكبنا عن صمرة لونها على الشجر أحمر لأ! 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 مش طفاح ولا العينا بالأحمر استنوا بس أصلي النابات دهم أما ما بيوصل لنا في البيت بيبقى لون وبقى بن همممممم... تفتكروا إيه؟ النهاردة هنتكلم عن نبات البني البني يا بنات ويا ولاد بيحتاج لبيئة وجو خاص جدا جدا فمثلا في البداية خالص بيتزرع في أحوات كبيرة في مكان عامل كده زي المشتل ولازم ما يتعرضش طول ما هو وجوه لأشعة الشمس المباشرة كمان التربة لازم تكون رطبة وبيحتاج لكمية كبيرة جدا من المياه لما بيكبر شوية بيتم نقله للأرض للزراعة واللي لازم تبقى فيها أشعة الشمس لقوية ولا مضلمة ودي الطريقة البرازيلية لزراعة البن بعد كده شجر البن بيبدأ يكبر يكبر لحد ما بيطلع ورد أبيض ريحته حل وقوي زي الياسمين كده تبدأ كمان استمار إن هي تكبر لحد ما بيبقى لونها أحمر وشبه الكريز بيسموها كراز القهوة علشان كل ثمرة من دول بيبقى جواها اتنين من بزور البن اللي بتتصنع منها بعد كده القهوة ومن أهم الدول اللي بتزرع وبتنتج البن ومشهورة جداً بالبن دولة هامين عارف البرازيل صح؟ أما بقى أشهر الدولة العربية فيه إنتاج البن هي اليمن لما بيجي موسم الحصاد بيبدأ المزارعين إن هم يجنوا المحصول علشان بعد كده نوصل لمرحلة تصنيع البن والقهوة واللي ليها أكتر من شكل منها مثلاً إنهم بيبدأوا يشيلوا من السمرة اللي شبه حبة الكريز دي البزرتين بتوع البن اللي قلتلكوا عليها بعد كده بيجمعوا البزور دي كلها وبيسيبوها لحد ما بتنشف ودي بتعتبر أحسن طريقة لأن منها بيتم إنتاج كمية جبيرة من البن وكمان بتخلي البن يعيش لفترة طويلة من غير ما يحصل لها أي تعفن بسبب البكترية طبعاً أكيد كلكم بتسألوا طب إزاي بقى السمرة دي بيبقى لونها على الشجرة أحمر وبعد كده أخضر وبعد كده كمان لما توصلنا البيت بتبقى بني ده علشان بعد كده في خطوة اسمها التحميس واللي فيها بتتعرض الحبوب لدرجة حرارة كبيرة جداً تقريباً 200 درجة مئوية هنا بقى بيتغير لونها وبتبقى القهوة البني اللي ماما وبابا بيشربوه بيخرج منها كمان أنواع كتير وأشكال كتير يعني فيه أشكال كتير للقهوة زي مثلاً الكابوتشينو والنسكافي والحاجات دي كلها بتستخرج برضو من القهوة القهوة يا بنات وياولاد لها فوية كتير منها إنها بتساعد في تحسين صحة الأوعيات الدموية وكمان بتحمي من بعض أمراض السرطانات وبتحمي أسناننا من التساوس بس زي ما ليها فوية برضو ليها أضرار لو شربنا منها كتير يعني هي فيها نسبة عالية جداً من الكافيين وده بيتعب الجسم وبيسيبوا بالإرهاق شفتوا بقى الصمرة الغريبة دي اللي بتبقى على الشجرة أحمر وبعد كده بتبقى نبات أخضر وبعد كده لما تتحمص بتوصل لنا في البيت لونها بني وبتبقى بنقول عليها إيه القاوة كده بتكون خلصت رحلتنا النهاردة في كوكب بنات ولد استنونا لأسبوع الجاي ورحلة جديدة في كوكب بنات ولد رجعنا بقى وصحابنا عمليين هم الليعابوا بالبلوكس بتاعة دينجو وبيعملوا أشكال حلوة أنا شايفة فيه ناس بدأت تعمل حاجات لزي مين ألا عايزة أطلع مهندس؟ فيه اتنين مهندسين معينا فرح ومين؟ فرح فيه حد لأ فيه حد تاني ألا عايزة أطلع مهندس صح؟ لأ؟ طيب فرح أنا متوسمة فيكي إنك تعملي أكتر حاجة مبهرة بقى دلوقتي بقى عندنا سؤال جديد وصحابنا بيجاوبوا على سؤال ده بيبعتلنا إجاباتهم وفيه حد منهم بيبقى كسب أكيد يعني سعيد الحظ سعيد الحظ يا ترى مين سعيد الحظ؟ سعيد الحظ هنشوف دلوقتي من دول صحابنا اللي بعتلنا اسميهم اللي بعتوا الإجابة الصحيحة يعني هنختار دلوقتي اسم ونقوله علشان عرف بشكل عشوائي بشكل عشوائي هو قدام الناس بقى أنا زمان أول ما قلناش بشكل عشوائي يلا اختار يا بنتوخي من فاتق دي متاع حدي بادي حدي بادي اه حدي بادي ترم بزبادشة لو حط كله عليدي عليدي يلا عليدي رودينة حسين من القاهرة رقم أخره 14 رودينة 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 حسين مبروك يا رودينة من القاهرة اه رقم أخره 14 هنكلمك دلوقتي حاليا يا رودينة نستيقظها نتأكد ان انت عرفت ان انت اللي كنت معنا ونتفق معيك إن مية صاحبتنا هتديلك الجمعة الجايين ان شاء الله تديلك التابلت الجايزة بتاعتك تمام طيب علي ما نكلم رودينة تعالوا بقى نروح نشوف خديجة خديجة صاحبتنا اللي فازت معنا في مسبقة الأسبوع اللي فات ومية صاحبتنا رح يطلقها عشان تسلمها جايزتها اللي هي التابلت رح يطلقها في ايه رح يطلقها فين رح يطلقها البيت ايه في القاهرة يلا في الأقليل هنعرف دلوقتي بقى من المية اصلا نسيت بسرعة وانا نسيت برضو هنعرف المية دلوقتي ماشي بس بلاش بقى نقولي ميوية بمعنى طلقت ما بتحبش اسم الميوية برضي كل ده ولا ايه صباح الفل يا مين ميكو صباح الفل يا ميكو يلا صباح الفل يا مو مسلمة صباح الفل يا بانتخ اي اenty خرج عاوزة يعرف نحن في اي مكان احنا في القاهرة احنا في القاهرة مع صحابنا اللي فازم معنا المرة اللي فاتت اتحالوا بقى نتعرف عليه انته اسمك ايه خديجة عمرك كم سنيه يا خديجة خمس سنين خمس سنين انته اسمك ايه احمد لا بصوت عالي احمد عمرك كم سنيه احمد 25 ذوي اللي هما ازاي زي خديجة يعني خمسة ولا فايف خمسة خمسة ولا خمسة 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 او خمسة طيب انت فاكرة السؤال او ايه بقى يبقى مش انت اللي جاوفت مين ساعدك في الاجابة السؤال خلينا نقول السؤال من الحيوانية تشتغلن في الصناعة ايه ايه بقى اللي هو الاجابة هي اجابة السوف ومين ساعدك جده ساعدني في الرسالة في الرسالة هو اللي جاوب وهو اللي بعت الرسالة ومين هيفوز انا انت بس واحمن انت هتفوز معنا انت مستعد تفوز اوكي طب و جده ايه طب مبروك حل كمين حل قول رأيك اوكي هو عملي كده يبقى هو موافق طيب بصي بقى ماما سلمة اه خديجة و احمد اللي اتنين بيغنوا غني حلو قوي زي احنا نتدي بخديجة اوكي هممكن نخلي ده هنا كده وبعدين تمسكي ده وتغني ايه اوكي هتغني ايه هغني ايه ابو زي ايه لا خلينا نغني التانية اهنا تكونوا غنيات ذوقتي ما انتش قد الحب يا قلبي اوه اوه حلو قوي قوي ليه عايزني مندو وقتي احكي لك مش كلك طب يا قلبي في الحب يتقارى وانا قلتلك ميت مرة انا قلتلك ميت مرة انا لسه انا لسه انا لسه انا لسه بغيارة انا لسه بغيارة برافو اوه حلو قوي قوي هاي طبعا حافظة الاغنية لحد الاخر وحافظة ايه كمان تعالي نقول لماما سلمة وبانتخ حافظة ايه كمان لأ مشان غنية نقولها بس حافظة الفيروز ايه بقى انا لحبيبي وانت حافظ ايه حافظ الله لو لعبت يا زهر صح حافظ ايه كمان حافظ الله لو لعبت انا لعبت يا زهر بس طب تيجو نقول بانتخ يعمل ازاي بانتخ يعمل ازاي قلبي قلبي بيعمل ازاي قلبي لا بيحط يده فين قللي هنا ايوه صحي كده حط يده فين هنا طب عايزين تقولوا ايه بقى الماما سلمة ولا خلصتنا يعمل باي باي عايزين تقولوا حاجة كمان ولا نمشي اقول لبانتخ قلبي قلبي؟ تبوا ماما سلمة والله بحبك يا ماما سلمة وانا بحبك وانا كمان بحبك وانت عايز تقول حاجة ولا نعمل باي باي مش عايز تقول حاجة لصماما سلمة البانتخ لي اي حد اي اهداء طيب ايه نعمل باي 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 يا ماما سلمة باي باي يا بانتخ باي 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 خديجة يا حلوة قالت لك انا لست صغية لا و بتقولك ايه؟ ليه عايزي من دو وقتي احكيه لك رواية وعتنة الله الله العظيم تعمى خالص اه ألف مبروك عليكم رودينة ردت ولا لسه يا جماعة؟ ردت علينا ولا نختار اسم تاني؟ انتا بنقول السؤال الجديد طيب ناخد ريفون رودينة الاول قالو رودينة اللي كذبت معنا صباح الخير يا رودينة قالو انا ودت رودينة صباح الخير انت رودينة ولا مامتها؟ لا انا مامتها اه من رودينة اه هي رودينة اه اه ايوه يا رودينة ازايك؟ ايه انت عندك كم سنة؟ ست سنين عندك ست سنين ألف مبروك يا رودينة انت كسبتي معنا تابلت ها؟ نا؟ نا؟ يبتي وانا بحبك قوي كمان ماذا تقول؟ يا حبيبتي يا رودينة ألف مبروك يا رودينة انت عندك ثلاث سنين يا رودانيا مش ست سنين بتكديك التابلت بتاعت عشان انتي اللي كسبتي معانا في المسابقة الاسبوع ده. ميكو. وهنشوفك بقى على الهواء. اتفقنا. انشاء الله. انشاء الله يا حبيبتي. يلا مبروك يا رودي. باي باي يا حبيبتي. مع السلام. مع السلام. ليتي جميلة. اه. كلمة لو حدها ايدي بحبك قوي. اكسف فبسي. اكسف. اكسر. اكيد طبعا لو دينا مش هيه لي جاوبت اكيد ماما و بابا و مما اللي ساعدوها. نازل نشكر ما هو بابا كثير قوي يا جماعة على وجده على وجده أيوة صح وجده صح نحن نحن نخلل الدواء بتاعه فأكيدنا بقى بنشكره جداً ونتمنى له صحة جيدة كل أصحابنا بقى اللي عايزين يشاركوا معنا في النسابة الجديدة زي خذية كده وزي رودينا ويفتابوا إن شاء الله طابلت هقول لكم السؤال الجديد بتاع الأسبوع اللي جاي السؤال بيقول أول ما نتخذ من طيبة عاصمة للبلاد طيبة طيبة هم نحطوا في الثاني ولا زوسر ولا رامسيس الثاني ومحدش من هنا أكيد يجاوب ماشي شطار ابعتوا بقى الإجابة طالهم عارفينها اللي عارف الإجابة هيبعد على 22005 هيكتب اسمه ومحافظته والإجابة الصح وممكن برضو يتصل بنفس الرقم من أي موبايل 22005 ويقول الإجابة الصح أو كمان ممكن يتصل من تليفون البيت تعالى 0905 بالزبط هيا دي الطريقة اللي تقدروا شاركوا بيها معنا في المسابقة وأعتقد أنتو خدتوها في المدرسة اللي عارف الإجابة هنا خدوها في المدرسة صح يعني خدتوها في المدرسة لسه أخدها الثلاثة أوكي بقى مصحابنا حيبقوا عارفين إجابة لوحدهم ماشاء لا مصحابنا اللي مش عارفين الإجابة برضو يدوروا عليها يعملوا سيرش يعني ممكن يسأل بابا وماما بس يعني لو يبقى أحسن لو إحنا اللي دورنا بنفسنا عن المعلومة عايزين تدوروا عليها برضو دوروا عليها على سايت اسمه كدل كا اي دي دي ال اي دوت كوم بلاش جوجل عشان كدل آمن للأطفال تمام طيب النهاردة بقى عندي ليكم لعبة حلوة قوي بنجو جايبها لنا وهتبسط البنات الصراحة قوي 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 الأول بنجو عمل حاجة لطيفة جدا عجباني إنه هم بيحاولوا على قد ما يقدروا يخلوا اللعبة مرتبطة شوية بمجتمعنا ومرتبطة بيمصروها يعني مرتبطة بحاجات احنا بنحبها هنا زي ما شوفنا هنا علا وكمان حتى فرح حافظين مشاهد من نالي وشريهان وبيتفرجوا عليها كلها وحافظين الأغنية بتاعتها وأغلب الأطفال حقيقة بيحبوا فعلا نالي وشريهان أنا شخصان بقى جيلي بتربي أساسا على نالي وشريهان الحقيقيين اللي هم كانوا بيعملوا أحلى فوزير فعلا في رمضان فاحنا مرتبطين جدا بنالي وشريهان فبينجو عملوا براند جديد اسمه نالي وشريهان فاشونيستا العرايس اللي كل البنات بتحبها وأنا لغاية السن داي يعني أنا جبت العروسة لبنتي علشان قادت تلعب بيها واشوفت تلعب بيها زي الحقيقة أنا قادت تلعب بيها أكتر منها يعني فالعرايس دي حاجة بنحبها جدام كل البنات بيحبوها وبنحب أو ينهتم بقى بالعروسة كأن هي إيه بنتنا كده أو حد من العيلة بنتعامل معالها أنها يعني كأن حي نلبسها ونعمل لها فساتين البنات بقى في السن اللطيف اللي بيتوراجوا علينا بيحبوا بقى الشونة والجزم والأكساسوريز والحاجات دي فالعروسة اللي معين النهاردة نيلي وشريان فاشونيستا أولا هي منها 14 شكل 14 موديل دول اتنين منهم يعني وصحابنا طبعا البنات هياخدوا منهم مين فيهم نيلي ومين فيهم شريهان لا سمي بقى زي ما انت عايز بس عددا نيلي هتبقى اللي شعراء أصفر وشريان اللي شعراء غامل أيوا صح 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 زي المسلسل أيوا وزي نيلي وشريهان في الحقيقة ما هي نيلي برضو شعراء أصفر وشريان شعراء اسمي أيوا صح كل عروسة بتيجي معاها هو زي ما شايفين الحلق العقدة بتاعها شنطة وجزمة وفستان طبعا أو طقم لبس يعني لزاز 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 جدا وشكلهان متوحفر نا هذه عروس كتير جدا كانت بعمل لها مخبات وبطنيات وبلبس وحلق أيوا بقى من أحلى الحاجات برضو في العروسة هنا لأ كنت بعمله من الخرز برافو عليكي العروسة دي بقى برضو تقدري تاخديها تعملي لها انت بقى كل الحاجات دي هي جاية بحاجتها جاهزة وهما بقول لكم في 14 شكل فممكن بقى اي شكل منهم بالفساتين تغيروا ما بينهم وحاجات كده او ممكن احنا بص ليها فرشة شاف ليها مشت وفرشة سخنونين على مقاسة بص 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 يغضي جميل لأ وشعرها بصراحة تحفة يعني شعرها حلو قوي بيتسرح يعني في عرايس كده بيبقى شعرهم مش حالو بس دي شعرها فرن حالو بصوا العروسة دي طبعا بقى البنات دايما بايه بيلعبوا مع بعض يعني لعبة بسنان مي كده كمان المهارات الاجتماعية بيبقوا عادين بيعملوا بقى ممكن تمثليات دي بقى يقعدوهم يعملونهم يومهم بيبقى ماشي ازاي العروسة الاول تسحى منهم تعمل ايه في يومها تغير تنزل تعمل ايه تقف في المطبخ تعمل حاجات يعني بتنمي الخيال جدا 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 عند الاطفال حقيقة لابة العرايس دي وبتعودهم كمان الاعتماد عن النفس لانهما ممكن جدا انهما بيتخذوا من العروسة دي يعني ايه طفل كده ليهم بيتعاملوا معاهم اه بيتخذوا من العروس او الله يعني انا عايز اقولك بنتي لما تتقعد تلعب او اي اطفال بيعوضي العروسة فانا بيتعاملوا معاها لانها حقيقية اه لانها بجد بني ادم يعيش يعيش معاهم بيتخذوا منها اختي لي اي اي انا عايز اقولكوا بقى ان العروسة كمان فيها مفصلات كتير عشان تقدر تتحرك اه زي البناء ادم يعني بتقدر تتحرك يعني بتقدر تحركوا ايديها يمين وشمال وفوق وتحف بصوا اه رجليها تمان عشان تقدر مفصلات لا هي دي مفصلات دي مفصلات هي احنا اللي مفصل اي اوس بص اه الحاجات دي او المفصلات دي بتخلي بتدرب برضو الايد يعني بتخلي الايد تبقى مارنة اكتر وطوابع الايد زي كده البلوكس والدوق والسلصال بتاع بنجو بيبقى مهم جدا يعني بساعد جدا الايد الحقيقى انها تتدرب كويس الايد اللي بيلعب العروسة اه ولا بايد العروسة اه يعني احنا بنبقى الاطفال بيبقوا بيلعبوا بس مش عارفين الحاجات اللي ممكن يستفدوها من اللعبة ده ايه فانا برضو ايه بقولهم ان دي حاجة ممكن تفيدهم تفيد ايديهم اه عشان بعد كده لما بيجوا بقى يمسكوا القلم ويكتبوا دي حاجات دي كلها مفيدة قوي يعني اه بجانب اللعبة بتفيد كمان وبعدين بص بقى يا بنتخ يعني احنا كده الفكرة بقى كمان بقولك دايما البنات بيتعاملوا معها لانها حاجة على انها حقيقية اه بيخلوا بالهم منها بيبقى فيه كده احساس حلوة عند البنات بالمشئولية وده احساس لصيف طبعا انا عمال اقول البنات البنات لانه اغلب الولاد بيواضي يقولك لا انا ملعبش بعروسة بس البنات طبعا بيحبوا العراز جدا جدا وعلشان كده احنا عملنا حسابنا النهاردة عشان صحابنا الولاد ما يزعلوش فجبنا للولاد بلوكس بينكوا زيين اللي تبتلعبوا بيها والبنات طبعا هياخدوا العروسة عشان برضو يلعبوا براحيتها عشان الولاد برضو ما يطلعوش براحيتها طيب بصوا بقى وبعدين الشياكة بقى بصوا هي اسمها ملوشانين فاشونيستا الشياكة بقى فاشونيستا يعني فكرة ان احنا نقعد نبتكر ونعمل كده فساتين حلوة ونعمل انا اعرف بنات بيحبوا يعملوا فستان اليوم وفستان العروسة زيهم يعني لو حد بيحب مثلا الخياطة او بيحب يوض يعمل حاجات كده زي مثلا ناولة ممكن تعملي يبقى عندك انتي فستان وتعملي للعروسة بتاعت الفستان زيها تبقى حاجات حلو قوي فعلا يعني لطيفة جدا طيب انا بقى مش هتققم مش هزود عليكو اكتر من كه حد دي للبنات العريس بتاعتهم تفضلوا يا بناتيت اه سلام يلا تفضلي 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 بصوا كل واحدة غير التاني الوزاز قوي لابسين لبس مختلف والولاد حدش يزعل الولاد هياخدوا بقى البلاكس زي اللي معاك وزي اللي انتوا بتلعبوا بيها تفضل 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 مبسوطين وانا اخد دول والله كبولة لا اخد يا بنت انا انا ازوى يا بنت اخد انت واحدة وانا واحدة انا عايزة انا عايزة انا عايزة انا عايزة الوزاز قوي بصراحة والله انا عايزة 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 اللي بيجوا يحضروا معنا هنا في الستوديو اي حد اجور من ست اسمين بيحب البرنامج وحابب يشارك معنا بيتصل على 22.05 سيب بياناته وفرج البلنامج ويرجع شوية تصل بيحب عبد الرحمن الو الو صباح الخير صباح النور ازاي الحمد لله عندك كم سنة اتناشر اتناشر سنة برضو ما شاء الله النهاردة السن اللي بيكلمنا دايما شي بيت ايه عبد الرحمن عايزة تقول ايه قولي عايزة قولي ان انا عايزة بنتخ وعايزة قولي بنتخ ان انا عايزة اشوف بابا ومامته نفسك تشوف بابا بنتخ ومامته اه وقالي الناس اللي بيرازل عليهم وكل الناس اللي بيرازل عليهم برازل عليهم ازاي وانا ببيع فول اللي بيرازل عليهم اه برازل عليهم اه اهو انا اقول واحدة اهو انا اقول واحدة ايه ده بس انا مش برزل على حد خالص امدا ولا جد ولا عمو ماجد ولا اي حد لا لا ده الغرض يشريع اه امه ليه طبعا اه والله هنحاول نخلي نعزم بابا ومامة بنتا خيجوا عندنا قريب ضيوف هنا حاضر يا عبد الرحمية وشكرا يا حبيبي على تليفون حلو الطلب عجبني اه والله هاي ده نشوف ببقه بامتا اللي امه اكتر ناس يعيني يلا ربنا معاهم طب هو بندق بقى مالوش دا مالوش ده بندق دا بندق دا حبيبي اه طبعا بندق نجيب بندق كمان بندق اخوه كمان هاي حلو العراز انتوا فتحتوها كمان وبدأتوا تترعبوا ولا لا لا مفتولا اه اه نزبروا شواء البيت بقاملوا الحاجات كلها طيب اه دي كانت لعبتنا النهاردة نيلي وشريهانسة شونيستا وكل بنات بقى طبعا بيحبوها يقدروا يجيبوها والولاد طيب انتوا مبسوطين ولا زعلانين والحمد الله عجبنا لكم لوكس عشان ما حدش يزعل انتفقنا طيب هروح لفاصل سريع عندنا مفجأة حلو قوي النهاردة بس هروح لفاصل الاول ونرجع تاني نشوفها تترى ايه هي المفاجأة رجعنا بقى وفكرة المفاجأة وهيسألكوا سؤال مين بيحب القراجوز؟ مين بيحب القراجوز؟ انا انا اكتر منكم كلكوا احب القراجوز جدا جدا والنهاردة معنا القراجوز معنا عمر وعلاق صحابنا طبعا وجوهم كذا مرة وهيورونا النهاردة والقراجوز وهيعمل ايه؟ صباح الخير صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير يا ماما سلمة صباح الخير يا بنتخ صباح الخير يا عمر صباح الخير يا صحابي حلوين اصحابي انتوا بتحبوا القراجوز؟ طيب ممكن ننضحي على اراجوز يا اراجوز يا اراجوز يا اراجوز يا اراجوز ازاكي اراجوز عامل ايه يلا حتصبح على ماما سأله ما عالب انت صباح الخير يا اراجوز واسحاب الكلوية اقوله له صباح الخير صباح الفل يا اراجوز صلي عالنبي بس واتعصبش كيه يا رجول لا خلص على معلك يا الله صباح الخير بالراحة هو من الغربة وانت طيب وانت طيب يا رجول ايوه اصدقاء هيغنوا معنا هيغنوا معنا اه الاغنية بتاعته اسمها انتو حفزانها حفزانها نغني معاه وانتقبل يلا احب الكتابلة هوبا 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 وانتقومي ساوسا يا سلام شافي القطة لها بسبس الناو يا سلام يا سلام ولم يكون يا سطورة جرشة الناو خطو قطة ياوا بشأين انت هوبا هوبا wi ايه 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 انا جيت يا اسطيز ايه انت مين انا ناصح من اسحابي كلهم جمال Olivier مشلتوا ناصحين يا اسحابي ماذا اسطيز ايوه انا اسمي ناصح بسمعككك من اسحابي كلهم شطر اما بيرا هو كمان بيسمعوا الكلام اسمعوا الكلام يا usable آه آه ما الخبعا بروح المدرسة صحابي كلهم شطار وقريب إن شاء الله هيروحوا المدرسة ويقبوا شطار جيداً يا أستاذ أنا فلسي فرنسي فرنسي بذمتك أنت فين؟ فلسي فرنسي يعني أنت كده بقى بتتكلم إنجليزي أستاذ لو سمعت تركز معي شوية بقولك يا ناصح أنت بتتكلم إنجليزي لأ أنت كده بقى ثقافتك فرنساوي إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اصحابي ممكن نسقفل عشان هو قل صح? رفو عليك. شكراً. شكراً. رفو عليك. شكراً. واحد زائد واحد ازاي حضرتك. واحد زائد واحد. طي. اتنين زائد اتنين كام? لا دي مخطاش. هو اتنين واتنين. اربعة. ركز معاه بقولك اتنين زائد اتنين. طيب بص انا اصحابي شطار وهيعرفك. اتنين زائد اتنين كامي اصحابي. رفو عليك شطار. طيب بص بقى انا انا سهله لك شوية. فضل. في ايدك اليمين الحلوى دي بقى طفحتين. حلو. امساكهم كويس. حاضر. وايدك الشمالي كمان بقى طفحتين. جميل. يبقوا كام بقى? يبقوا تلاتة. تلاتة ازاي? ملكلت واحدة. ايداً تجعان ولا ايه? طيب اسهله لك شوية كمان. فضل. اتنين من ف وشارطة. ايوان. واتنين بقى كمان بقى من تحت. حرام. ليه? اللي ده تحت يفتص. يفتصوا. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ? طيب. تلاتة زائد تلاتة كم? ستة. ايه? كل ده عشو دول ستة. طيب. ستة زائد ستة كم? ستة ايه? خلاص احنا هنسيبنا بقى من الحساب. اه. تلتة بقى نعليك شوتر فيه جداً ده. ايه يا استاذ. هنخلينا بقى في الانجليز. ايه. 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 ا أستاذ، أيوة أصدقائي حافظنا، شطار وحافظين من الولدين. نقول مع بعض كلنا؟ واحد من الراحة يلا بينا الطابلة بقى مع الطابلة مع الطابلة؟ اه انت مسر؟ أنا بحبايا وتبلق يلا بينا يلا يلا واان تو سري فور فايف سي سي سبب اث نين تتش وفينكوا شطار وسقفة كبيرة أقو لكم بعشانك شكرا برافو شطار هلكاً بخير جاءه attractive بخير هل تركبوها؟ وايه إقابوا لا تفكر تواسط الاشياء تتعلينا بكرة أنا لم ي بالطبي بالأمان سرير سرير بصحي بدري النهار ما عليش اسمها سري يا أستاذ سري فوق بيش حاجة فوق يا أستاذ اسمها فور انت تقولها على بعديها انا جاهز انا جاهز هو قال صح والغلط يا أصحاب هو قال غلط والغلط ركبه بفوق طيب بص يا أصحابي انا اضطر هدخل ناصح جوه وهكامل معاكو انا الشغل انت موافقين موافقين هكامل انا الشغل انا موافقين حضراتي السادة خشي جوه نقدم لكم الان ولا حاجة روح مع خمسة فرفاشة ستة عمنا خشي جوه خلاص يا أصحابي هو عايز يكلع ساقفوله بقى ساقفة كبيرة او عشو يكلع بقى يا ناصح يا ناصح احنا هنكمل سنة يا ناصح وقت الحلقة خلص ها هنكمل معاك والتتر شغل بس الاول نقول صحابنا شايفاننا كلهم بشكرك طبعا جدا 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 واعيد اقول كل صحابنا شكرا ان انتوا تبعتونا النهاردة واستنوننا ان شاء الله يوم نجوم على الجاية الساعة 10 الصباح سلام يلا بنا نكمل يا ناصح هام ه fading نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالالوان نعرف ايه بيفدنا ونسمع حواديث زيزة نحب بلدنا عالتنا صحبنا ونتعلم نفتار انتم بكرة الجاي وشمسوا وانتم احلى نهار اتزمعوا حوالينا وهاتوا لعيلك وبرو وصغر واشربوا لبن الصبح الطازة وافطروا احلى فتار جمعوا بس عشرة الصبح هيتقمعوا معانا والشطر طول الاسبوع ماما هتجيبوا انا وي انا ياولاد يابنات يابنات ياولاد ماما سلمة وبنتك جايب الكل فنفسكوا فوعوا وفربشوا ياولاد يابنات يابنات ياولاد المفتار ختم ہيتقمعوا سلمة وبنتك جايب الكل في ليس سوكون قوة وفربشوا اشتركوا في القناة